دراسة حديثة تعتبر الأكبر على الإطلاق حول تحليل البيانات الوراثية لحيوان الماموث الصوفي والتي خرجت بنتائج مهمة حول هذا الكائن الذي يعتبر من أهم قاطن العصر الجليدي وأثبتت دراسات جينات الماموث قدرته على تحمل البرودة بسبب شعره الكثيف وتغزينه للشحوم تحت جلده وبحسب الباحثين فإنه تم تحليل الشريط الوراثي لـ 23 من حيوانات الماموث الصوفي استنادا إلى بقايا محفوظة في الطربة الجليدية السيبيرية ثم قرنت بالشريط الوراثي لـ 28 فيلاً آسيوياً وإفريقياً من العصر الحديث حفظت هذه العينات بشكل لافت جداً ومثير للدهشة أنه لأمر رائع فعلاً أننا استطعنا تحليل الشريط الوراثي كان الماموث الصوفي يعيش في العصر الجليدي وأردنا من هذه الدراسة تحديد الجينات الفريدة أو المتغيرات الجينية التي تطورت بشكل فريد في الماموث الصوفي فاستطعت أن تتكيف جزئياً فيما يتعلق بمواكبة البيئات القطبية الشمالية الباردة مثل الفراء الكثيف وتخزين الشحوم والاستشعار الحراري وأوجه أخرى من التكيف في هذه البيئات القاسية الدراسة أجريت على شريط وراثي لماموث عاش قبل 700 ألف عام وهو وقت قريب من نشأة الماموث في صهوب سيبيريا وأشريطة وراثية لحيوانات ماموث أخرى عاشت في أوقات لاحقة وهو ما يقدم لمحة عن كيفية تطور التكيف الوراثي في الماموث وأوضح العلماء أن حجم الماموث الصوفي كان في حجم الفيلة الإفريقية المعاصرة تقريباً والتي يبلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار لكن أذانها كانت أصغر كثيراً لتقليل فقدها لحرارة الجسم عما لو كانت أذانها ذات سطح كبير